برنامج ارتقاء بالخدمات الأساسية من ضمن المرامج الأربعة في مبادرة النذاق والبرنامج جامعي بتحديد دي فكرة تطوير الخدمات العامة بالقرب محافظة إنا وبتحديد القرب الأكثر فخرت في محافظة إنا من خلال تقديم حزم متكملة من الخدمات يعني بيقدم حزم متكملة من الخدمات بلاقيتيها صحيح، بلاقيتيها تعالين، بلاقيتيها تدريب مهنة يمحرفي كل دا بهدف إن احنا نحسن نوعية حياة الفئات الأفقر والفئات الهشة في المجتمع المحلي وفي نفس الوقت بنتحلوهم فرصة انهم ينفزوا أو يحصلوا على فرصة عمل لأن عضية فرص العمل المحدودة في قرى الواجد الكبلي وخصوصها بالنسبة للفقراء من القضايا اللي هي العيال المرحة وليتمثل يعني ألم كبير وسط هذه الفئات المهمة وبالتالي هنا الفكرة الأساسية أن إحنا إزاي يعني إيه نتوسع في هذه البرامج بحيث أنها تغتل فئات مستدعفة أكدر وفئات هشة أكتر إحنا الوقت تشتغل بالتحديد على اللي هو النساء الأقصر فقراً والأطفال لكن عندنا أمل أن يوجد فيه فئات تانية أيضاً فظروف صعبة وغصر فئات اللي هي سيدات موريلة وغصر المعاقين يعني المجتمع القيناوي زي وزي أكوزئ من المجتمع النصري فيه كثير من الفئات الهشة أو المستدعفة اللي بتحتاج أن إحنا نحاول أن إحنا نوصلها لفرص حياة أفضل وليه أنها تعيش بشكل كريم ما بحيث أنها تبقى متعلمة بتلاقي شكل بتأذر أنها تصرف على قصرتها كل الحاجات دي بيبقى هدفها في نهاية إن إحنا نوصل الناس دول دي نوعية أفضل من الحياة فبرنامج الخدمات الأساسية كما في يتكمل مع وقي البرامج يعني مثلاً أنا في البرنامج مهتم بالساحة والتعليم دكتور دياء بيستعزني إسمى موضوع الزراعة بيهتمك إن هو مثلاً بيقدم قروض صغيرة للنساء مثلاً الفراخ البياضة دكتور هيبت تشتغل معي على التقريب المهني والحرطي وبالتالي هنا يعني تكامل البرامج ده أساسي لإن أنا مش هقدر أحقق أصر في المجتمع حقيقي إلا إذا كان فيه نوع من تكامل البرامج اللي بنقماله في المستقبل بقى اللي كان يبقاش تكامل بين البرامج المبادرة لوحدها ولكن يبقى التكامل بيننا وبين كل جهود الموجودة الموجودة بيننا وبين كل جهود المجتمع الأهلي الموجود في محافظة إنا في الحسن إحنا عايزين يبقى قصة إن إحنا نبني من البداية أو فرومسكرات عايزين نبدأ إن إحنا نشتغل إن إحنا نراكم على معبدنا وإلا هنفضى طول الوقت طول الوقت دايرين في حلقة مفرحة